السلام عليكم اصدقائي النهاردة معنا في الفيديو وصفات سهلة وسريعة ولذيذة للكنافة ان شاء الله الفيديو يعجبكم متنسوش تعملوا لايك وتنسوش تفعلوا الجرس عشان ينصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة اول حاجة معنا هنا على نار متوسطة هنضيف كبايتين من السكر وكباية من المياه ومعلقتين من عصير الليمون وقطع من الليمون بالشكل ده كده ونسيبها تغلي على النار وهنجيب معلقتين كبار من الزبدة هنسيحهم ومعنا الجوز والمكسرات المفرومة هندقها كده هنفرومها يعني معنا بقى الكنافة بتاعتنا هنقطعها قطعة صغيرة وفي كباية كده هنضيف الكنافة وفيها المكسرات المفرومة بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين وبعد كده هنضيف عليها الزبدة السيحة وهي هنرصصها في صنية الفرن وندخلها الفرن وبعد ما تستوي هنطلحها نسقيها بالشيرة اللي هي الشربات بالشكل ده كده ونزينها بالمكسرات المفرومة زي ما انتم شايفين الوصفة اللي بعد كده صنية الفرن هندهنها زبدة بالشكل ده كده هنجيب الكنافة اللي فيها على صوابعنا كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كلها بالشكل ده وبعد كده في الدوار اللي عملناها هنضيف المكسرات طبعا نسيح الزبدة بتاعتنا وهننزل بالزبدة بتاعتنا على الكنافة كلها هنسقيها وبعد كده هندخلها الفرن لحد ما تستوي طبعا الشربات بتاعنا هيكون جاهز معنا اول ما تطلع هيكون الشربات هدى شوية هنبدأ نسقيها بالشربات الشيرة بالشكل ده كده ونقدمها مع الكريم شنطي بالشكل ده كده معنا الوصفة اللي بعد كده معنا المكسرات هنفرمها بالشكل ده كده وهنسيح الزبدة بتاعتنا ومعنا الكنافة بالشكل ده كده هنقطعها آآ بالطول بالشكل ده كده هنسيبها كده وهنلفها طبعا هنضيف المكسرات في النص ونلفها كده بالشكل ده وهن آآ ادهن الصينية بالزبدة ونرصص الكنافة بتاعتنا بالطول كده بالشكل ده كده وبعد كده بعد ما تستوي في الفرن هنسقيها بالشيرة ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويفيدكم وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يبصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة معنا هنا اه قطع البوف باستري هنقطعها قطع كده وهنبلها في اللبن الحليب وبعد كده معنا الكنافة مقطعة بالشكل ده كده هننزل بيها نغطيها بالكنافة وبعد كده هندخلها الفرن لحد ما تستوي ربع ساعة كده وبعد كده هنحشيها من قلبها بالاشطا او النوتيلة ونزينها بالحليب المحلق المكسف من فوق كده ونقدمها سهلة جدا وسريعة ان شاء الله الوصفات تعجبكم واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله الوصفة الاخيرة معنا هنا الكنافة بالطول برضو زي اول مرة هنضيف فيها الحشو بتاعنا وبعد كده هندهنها بالزبدة وندخلها الفرن بالاسياخ بالشكل ده كده وبعد كده اه بالشيرة والمكسرات اه المفرومة هنزينها بالشكل ده كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم